بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضرتكم على كناتكم كناة أشرف القاضي أولا ندومتم بصحة وعافية وكل عام وأنتم بخير النور دا نتكلم عن شاشة جديدة من شاشات العربي جروب العربي جروب أصدر أخيرا شاشات التورنيدو الأندرويد شاشات التورنيدو كانت دايما وفي الغالب دايما هي الأخ الأصغر أو الفتى المدلل العربي جروب اي حاجة تعتبر فيها امكانيات كده خاصة شوية كتلاقيه الترنيدو بيتميز بها اولا زي شاشات الشيلد اللي هي ضد الكسر مفيش اي شاشة ضد الكسر في العربي جروب كله الا الشاشات الشيلد نفس الوقت تقنية السمارت الخاص بالبرتيب والترنيدو موجود على شاشات الترنيدو طب دلوقتي موجود كمان عندنا شاشات ترنيدو اندرويد احدث شاشات او احدث انتاج للاندرويد على مستوى مجموعة العربي جروب هي شاشة ترنيدو اولا الشاشة بدقة الفوركي شاشة سمارت اندرويد الشاشة دي كمان يا جماعة بدون فريم فريملس يعني شاشة عندنا المسطح بتاعها المسطح الرؤية او البانل بتاعها هيبقى من بانل عريض واسع اعلى واكبر من البانل العادي اللي بفريم ودي ميزة كويسة جدا كمان هي بتبقى مميزة في المشاهدة بصراحة طيب الشاشة دي اندرويد وبتدعم الواي فاي وبتلاتة مدخل HDMI ومدخلين فلاشة الموديل هو يا جماعة A1400E الموديل اسمه كده موديل شاشة ترنيدو A1400E الموديل بتاعنا يا جماعة هو بنظام اندرويد 10 وده يعتبر اعلى اندرويد موجود في العربي جروب وفي شاشات العربي جروب كانت الشاشة الوحيدة لاندرويد 10 في الانتاج العربي جروب عشرين وواحد وعشرين هي شاشة واحدة هي كانت شاشة شرب دلوقتي ترنيدو كمان تم اصدار المنتج بتاعها الجديد اندرويد 10 الشاشة فيها مميزات كويسة جدا بس انا اللي هميني جدا هو اهم حاجة عندي هو الرام بتاع الشاشة الرام بتاع الشاشة دي يا جماعة رام 3 جيجا 3 جيجا رام مميز جدا ورام عالي جدا ودي الميزة المميزة في التورنيدو الجديدة طيب الزاكرة بتاعت الشاشة دي برضو زاكرة مميزة جدا ده انت العربي جروب مديك شاشة تورنيدو اندرويد 10 3 جيجا رام وكمان زاكرة داخلية 16 جيجا شوفت الامكانيات 16 جيجا عندك منهم بالكتير قوي 4 ل 6 جيجا هيكونوا هما السيستم بتاع الجهاز هيتفضلك حوالي من 10 ل 12 جيجا فري فضيين هتقدر تحط عليه مداتة اللي انت عايزها فطبعا هي امكانية كويسة او هتنزل حتى العاب للاطفال او حاجات خفيفة على الشاشة هتشتغل معك زي الفل طيب الشاشة بتاعتنا جماعة فيها كمان بس ارضي رقمي الشاشة فيها بس ارضي رقمي وكمان التحكم الديناميكي اللي موجود في الشاشة بيديك نطاق اعلى للاستخدام وفي نفس الوقت امكانيات اميز بالنسبة لتشغيل الالعاب تشغيل اجهزة الالعاب العالية البلايستيشن فايف وفور مع كمان خواص الهاي لج الهاي لج دي موجودة عندنا فشاشات ال جي او خاصية الاتش ال جي هي اسمها اتش ال جي لكن هي الهاي لج اللي متتميز عالي جدا في اظهار نقاء وجودة الوان الالعاب مع كمان السرعة العالية مفيش تشويش مفيش ضوابية مفيش صورة تعتبر رضيئة مفيش الكلام ده خالص مع درجة وضوح بالنسبة للشاشة عندنا درجة الوضوح رزوليشن الشاشة بتاعتنا 3840 بيكسل في 2160 بيكسل بدرجة او ضقة الالترا اتش دي 4K امكانية مويزة جدا مع كمان تباين الشاشة الميجا كنتراست الميجا كنتراست يا جماعة موجودة عندنا في الشاشة دي بيديك تباين مزهل بالنسبة لإضاءة الشاشة وبالنسبة لألوان الشاشة الطبيعية المحترمة مع زاوية رؤية الزاوية العالمية الزاوية الرؤية الويد انجل بتاعنا 187 درجة بتقدر تشوف الشاشة من كل الاتجاهات كمان معك شاشة بدون فريم العربي جروب عامل مع شاشة التورنيدو واجب عالي قوي بصراحة امكانيات عالية امكانيات زيادة عن اللازم امكانيات فيها ابهار شوية للمشتري مع سعر كويس الشاشة دي يا جماعة 55 بوصة اندرويد 4K 8500 جنيه 8500 جنيه معك شاشة فريملس بس ارضي رقمي شاشة اندرويد 9 ذاكرة 16 جيجا رام 3 جيجا رام فامكانيات عالية جدا مع شاشة انا بشوفها محترمة جدا كمان عندنا خواص عالية جدا بالنسبة لاوضاع الصورة عندك خمس اوضاع للصورة خمس اوضاع كلهم مميزين جدا وافضلهم الوضع قياسي سينمائي ديناميكي رياضي ال كل دي امكانيات موجودة عندنا طب ده انت كمان عندك الصوت نزام اللي بيديك امكانيات الصوت الضلبي المحيطي في نفس الوقت مع قوة صوت عالية عندك 20 واط لسماعات الشاشة امكانيات كويسة جدا وشاشة انا بشوفها من المعالجات او من الشاشات الممتازة جدا كمان عندك معالج الشاشة معالج رباعي معالج رباعي الانوية يا جماعة يعني معالج سرعته محترمة جدا معالج بيتميز باداء ثلث وفي نفس الوقت سريع الحركة وسريع الاداء كمان امكانية الدخول على متصفحات الكيو جي واي الكيو جي واي ده متصفح عالي جدا بالنسبة للشاشات وسريع جدا وتقني جدا بالنسبة للتصفح كمان بتقدر ان انت تنزل تطبيقاتك بمنتهى السهولة من على جوجل بلاي ستور عشان تحمل العاب وبرامج وتطبيقات معك كمان على الشاشة دي جماعة مساعد جوجل الصوتي الجوجل اسيستنت موجود عندك مع تطبيق امازون موجود على الواجهة الخلفية او الخارجية للشاشة مع امكانية الدخول على يوتيوب طبعا ونتفلكس مع امكانية تشغيل البرامج والالعاب من خلال الموبايل بتاعك وتظهره على الشاشة لان الشاشة فيها خواص الكروم كاست امكانية ارسال اوامر شاشة صوتية من خلال الرموت طبعا تطبيق موجود على الشاشة اللي بيقدر انه هو يديك مشاركة محتويات الموبايل على الشاشة بامكانية عالية جدا امكانية الاتصال بالانترنت عن طريق الواي فاي عندك خاصية التحكم من خلال الشاشة بتاعتنا من خلال التحكم في الشاشة من خلال خواص مع مدخل الفلاشة عندنا مدخل مميز مع قدرة استهلاك طاقة من فئة تعتبر صديقة البيئة او في نفس الوقت موفرة للطاقة عندنا المداخل للشاشة بتاعتنا مدخل واحد ديجيتال علشان مدخل البس الاردي الرقمي مدخل موجود في الشاشة مدخل مدخل موجود عندنا مع تلاتة مدخل مدخل مع مدخل كمان في ظهر الشاشة موجود فتحة موجودة في الشاشة كل ده يا جماعة مع امكانيات عالية جدا انا بشوف شاشة محترمة جدا وكمان الاعلى من كده ان العربي بيضح بسنة زيادة يعني بديك تلات سنين ضمان مجاني شامل مش سنتين تلات سنوات ضمان مجاني شامل على الشاشة وتعتبر اعلى شاشة لها ضمان مجاني شامل بالنسب العربي جروب هي التورنيدو حاليا كانت تسي تلات سنين وخرجت من وكالة العربي حاليا موجودة عندنا شاشة التورنيدو الجديدة المميزة جدا شاشة اي الف وربعمية اي نحفظ كويس الموديل ده موديل ممتاز جدا جدا صورة عالية الجودة مع امكانيات سمارت اندرويد بالنسب للشاشة تحفة اي استفسار سبولي في التعليقات وكمان الشاشة بفكركم ان سعرها حوالي 8500 من 8400 ل8500 ده السعر المتاح للشاشة حاليا في الاسواق المصرية بصفة عامة شكرا جزيلا لحضراتكم ودمتم بصحة وعافية واي استفسار سبولي في التعليقات وارجو الاشتراك في القناة عشان يصلكم كل جديد كما عاكم اشرف في القاضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وابل ما أقفل واختم ارجو دائما نذكر الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته